يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الرابعة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك تم الكلام في المساري الأول إنه المسار التعريخي المستقبلي وشرحت معكم في الحلقة الماضية بخصوص المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم والذي يقودنا إلى التغيير الأعظم في نهاية عصر الرجعة العظيمة حيث الدولة المحمدية العظمى كلامنا سيكون في مسار التغيير العظيم إذ هذه البانوراما البانوراما للظهور المهدوي للظهور القائمي الشريف حدثتكم في الحلقة الماضية عن التجارب البشرية القديمة الحديثة المتنوعة الواسعة جدا عبر التأريخ في ماضي البشرية وفي حاضرها إنها التجارب التي ستقود البشرية إلى حالة من الكآبة العالمية هكذا حدثتنا الروايات والأحاديث الشريفة هناك كآبة عالمية لابد أن تهيمن على كل سكان الأرض أكانوا من الحكام أم كانوا من المحكومين أكانوا من الأغنياء أم كانوا من الفقراء أكانوا من المترفين المنعمين أم كانوا من المسحوقين المتقعين هناك كآبة كما يبدو بدأت تضرب أطنابها في كل أسقاع الأرض وأخذت تتسلل شيئا فشيئا إلى بواطن الخلجات النفسية لكل أبناء البشر قطعا كل شعب وله أسبابه أسباب كآبته وكل مجموعة ولها المبررات التي تجعلها تعيش كآبتها وهكذا كل فرد مننا هناك كآبة ستهيمن وبشكل قوي وهناك يأس وهناك فقدان لطعم الحياة وللذة الحياة البدايات واضحة البدايات واضحة في كل أنحاء الأرض في كل أنحاء الأرض وإنني إذ أحدثكم وأنا أعيش في هذا البلد المتقدم كثير من الناس يحبون أن يكونوا في هذا البلد من مختلف بقاع العالم لكن الكآبة بدأت تضرب أطنابها في هذا البلد وغيره هذا أمر واضح فإن الحياة فقدت بريقها البريق الذي كان يتمتع به الناس في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي ذهب هذا البريق ذهب مع الريح ذهب مع الريح ولي يعود هذه هي الحقيقة القائمة التي نعايشها كل دقيقة من دقائق حياتنا التجارب البشرية هي التي ستجعل البشر مستعدين لتجربة جديدة بطعم جديد بلون جديد برائحة جديدة ببريق جديد يختلف عن البريق واللمعان سابق إنه شيء جديد هذا اللمعان محمدي وهذا البريق وهذا البريق عالوي وهذا العطر زهرائي وهذا الرونق مهدوي إنه المشروع المهدوي الأعظم يدق الأبواب ولكن من بعيد من بعيد وفيما بينه وبين أهل الأرض حجاب رقيق شيئا فشيئا سيتحرك المشروع المهدوي الأعظم بنحو علني شيئا فشيئا ستضرب نواقيسه وستسمع أبواقه وسيرتفع البيان القائمي من مكة من عندي الركن والمقام ومر الحديث في جنبات وجهات من كل هذا البرنامج الإبليسي سيعطل ويعطل من رأسه استعداد عند البشر لقبول البرنامج الجديد بسبب التجارب الماضية تعطيل للبرنامج الإبليسي وها هو البرنامج يوضع بين يدي الناس بكل مفرداته إنه برنامج يمتاز بالاستيعاب والشمول والسعة لكل صغيرة وكبيرة من تفاصيل حياة الناس هناك حل جديد وهناك طعم رائق لم تتذوقه البشرية منذ زمان أبينا آدم ها هو برنامج جديد أمر جديد كتاب جديد سنة جديدة قضاء جديد وقرآن كما أنزل كما أنزل كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا أمير المؤمنين يشير إلى مسجد كوفان كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم عند أبواب مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل كأني بشيعتنا يضربون فساطيطهم في مسجد كوفان يعلمون الناس القرآن كما أنزل هذه كلماتهم رواياتهم أحاديثهم وهناك المثال المستأنف المثال المستأنف هذا هو المثال المهدوي الجديد كل هذه المفردات وكل هذه العناوين تمثل لنا مدى استيعاب هذا البرنامج الجديد ومدى شموله شموليته ومدى سعته الواسعة المضطردة إنه برنامج يتناول كل مفردات الحياة ما يرتبط بالحيوانات وما يرتبط بالنباتات وما يرتبط بالجمادات أما الإنسان فهو العنوان الأول وسيبدأ البرنامج يطبق خطته بالنسبة للإنسان وإصلاحه تجفيف 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 منابع المعصية والجريمة هذا هو العنوان الإجمالي لخطة المثال المستأنف لإصلاح الإنسان لإصلاح المجتمع البشري حدثتكم عن أهم العناوين عن جانب من هذه العناوين حدثتكم عن الخوف الذي يمزق الواقع البشرية شر تمزيق الإمام في برنامجه سيجفف منابع هذا الخوف إنه الخوف من الظلم الخوف من المستقبل وماذا سيجلب معه الخوف من ضياع الحقوق وضياع الفرص الخوف 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 من خلال التجارب البشرية المديدة وطويلة تجفيف لمنابع الخوف هذا بكل أنواعه حيث سيهيمن الأمن والأمان الأمن السياسي والأمن القضائي والأمن الاقتصادي والأمن الصحي والأمن النفسي الموضوع طويل عريض حدثتكم عن تشفيف منابع الفقر ويا وهل الإنسان من الفقر هذا الفقر الذي يحول الإنسان من كائن إلى كائن آخر يحول الإنسان من إنسان عزيز شريف إلى إنسان ذليل وضيع يحول الإنسان من إنسان حر إلى إنسان مستعبد في أفنية الأغنياء إمام زماننا سيجفف منابع الفقر بقضها وقضيضها سيغير حياة الناس يستطيع الإنسان أن يحصل على الأموال بسهولة وكرامة لحل مشاكله اليومية يستطيع الإنسان إذا ما سعى سعيا سليما أن يصل إلى الغنى كي ينتقل من حال إلى حال أفضل يستطيع الإنسان أن يحصل على رفاهية العيش رفاهية الحياة وهذا الأمر سيكون متاحا للجميع الروايات حدثتنا عن ذلك كثيرا سأقرأ عليكم جانبا منها فيما يأتي من الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الإمام يجفف منابع الخوف يجفف منابع الفقر ويجفف منابع المشكلة الجنسية الجنس بمشكلة الكبيرة التي تتحرك في كل جنبات الحياة الاجتماعية في داخل غرف النوم وفي داخل البيوت وبين الأسر في الدوائر الحكومية في المستشفيات وفي المدارس الابتدائية والثانوية وفي الجامعات في كل مكان في محطات القطارات وفي الطائرات والمطارات فيما بين الإنسان ونفسه وهو يقلب ما يقلب ما لديه من الأجهزة الذكية في زماننا الإمام ببرنامجه المهدوي الأعظم سيجفف منابع هذه المشكلة وحدثتكم عن جانب من هذا الموضوع لا أريد أن أعود إليه مرة أخرى إذن هناك تجفيف لمنابع الخوف ومنابع الفقر ومنابع المشكلة الجنسية وهناك تجفيف أيضا لمنابع الجهل الجهل هذا الذي دمر الأديان منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا المؤسسة البترية في النجف كيف استطاعت أن تستمر في ضلالها وفي إنكارها لحقائق دين العترة الطاهرة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة لأنها استطاعت عبر التجهيل والتثويل والتضليل للديخيين من أتباعها أن تجعلهم ينكرون دين العترة الطاهرة إذا ما عرض عليهم ويتمسكون بالدين البتري المرجعي الطوسي الناصبي الجهل 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 هو العدو القاتل الجهل هذه الأحزاب الدينية الشيعية كيف لعبت بالناس وعبثت بمصائر الناس منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة عبر أكاذيبها وعبر دعاياتها وافتراءاتها وعبر تجهيلها وتثويلها وتضليلها لأتباعها وللأخرين كل ذلك تعلموه من المراجع الأوباش من الشياطين من حمير إبليس أتحدث عن آيات الشيطان العظمى من مراجع حوزة النجف وكربلاء الجهل وهؤلاء البتريون سيقودون شيعة العراق بالجهل بالجهل الجهل وهذا المدمر الأكبر لذا فإن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه سيجفف منابع الجهل وهناك برنامج معرفي واسع كي يصل العلم وكي تصل الثقافة السليمة إلى داخل البيوت مثلما يدخل عدله إلى أجواف بيوت الناس كما يدخل الحر والقر والقر هو البرد هكذا تقول الأحاديث الشريفة فإن العلم والثقافة والمعرفة ستدخل البيوت كذلك مثل ما يدخل عدله سيدخل علمه ومعرفته وثقافته الأصيلة الثقافة ستقتحم العقول إنها الثقافة المحمدية العلوية الزهرائية الأصيلة التي دمرت من قبل السقيفتين اللعينتين أتحدث عن سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي الروايات كثيرة في هذا المضمار ولا أريد أن أتشعب كثيرا لأن الأحاديث ستأتينا تباعا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هناك تجفيف لمنابع المرات والأمراض منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي وفي زماننا فإن الأمراض النفسية تفتك بالناس أكثر مما تفتك بالناس الأمراض الأمراض الجسدية فما من عاهة إلا وستزول وما من مرض عضال إلا وسينتهي آثار السحر وآثار الحسد إذا كان للسحر من أثر على أحد وإذا كان للحسد من أثر على أحد آثار السحر وآثار الحسد الأمراض الجسدية الأمراض النفسية الكآبة العالمية وما يتفرع عنها من الأمراض النفسية الخطيرة الأمراض الروحية إنه الإدبار القاتل فإن الإمام سيضع بين يدي الناس فسحة غيبية فسحة غيبية يستطيعون من خلالها أن يتذوق حلاوة الإيمان وأن يستشعر لذة المناجات وأن يدرك حقائق العبادة كل هذا علاج ناجع للأمراض الجسدية والنفسية والروحية هذه المنابع الرئيسة للمعاصي الخوف الفقر الجنس الجهل المرض قطعا هناك عناوين أخرى لكنني ركست على أهمها المشروع المهدوي الأعظم يجفف المنابع جميعا التي ذكرتها لكم والتي ما ذكرتها لكنني ذكرت العناوين الأهم إذا ما جففت منابع المعصية والجريمة هذه فإن الإنسان ستتوفر له الأجواء التي تدفعه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر باتجاه الفضيلة وباتجاه الكمال وباتجاه الإحسان وباتجاه التطهر يسعى لأن يتطهر شيئا فشيئا على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الروحي نذهب إلى فاصل كل ذلك يجري ضمن حالة تكوينية جديدة إنه الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي إنني أتحدث عن نقلة تكوينية لا يتدخل الإنسان فيها إنما هي تطبيقات عملية وتفعيل واقعي لولاية قائم آل محمد التكوينية بولايته التكوينية فإن الإمامة سيرفع من مستوى عقول الناس وأخلاقهم وكذلك يرفع قدراتهم العلمية بنحو تكويني لا أقول بنحو إعجازي فإن أمر المعجزات بالنسبة لإمامنا لا قيمة له لا قيمة له الإمام لا يحتاج للمعجزات إذا أردت أن أستعمل هذه الكلمة أتحدث عن كلمة المعجزات فلأنني أحتاجها في إيصال فكرة إلى المتلقي وإلا فإن الحديث عن المعجزات لا يناسب مقام الإمام المعصوم لأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أعلى شأن من ذلك الولاية التكوينية بالنسبة للمعصوم كولاية التكوينية على يدي فأنا أحرك يدي كما أشاء المعصوم يتصرف في التكوين كما يشاء فليس هناك من معجزة الناس تراها معجزة بالنسبة للمعصوم لا توجد معجزة هذا ما يراه الناس الناس يرون أن هذا من المعجزات بالنسبة للمعصوم ما هو بمعجزته هذا شأنه الطبيعي شأنه الطبيعي مثلما شأني الطبيعي أنني أحرك يدي كيف ما أريد أريد أن أجعل الكتابة بهذه الهيئة بواسطة يدي أو أنني أريد أن أجعل الكتابة بهذه الهيئة المفتوحة كما أشاء كما أريد فلا وجود للدعاء أو للعبادة أو للحالة الروحانية هنا إنها ولاية التكوينية على يدي وسلطة على هذه الأشياء من حولي التي أتصرف فيها أنا أتصرف بولاية التكوينية بحدود لأنها محدودة وسبب عدم امتلاك للحكمة الحقيقية المعصوم يمتلك ولاية تكوينية تتصرف في كل شيء وذل كل شيء لكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة لأنه يمتلك الحكمة الإلهية الكاملة الكلي فحكمته حكمة الله من هنا فإن ولايته ولاية الله الله كريم جواد لو كنت أمتلك الحكمة الإلهية الكاملة الكلية فإن الله يعطيني يعطيني الولاية التكوينية التي هي ولايته لكنني لا أمتلك ذلك قائم آل محمد يمتلك الحكمة الإلهية الكلية الكاملة حكمته حكمة الله ومن هنا فإن ولايته ولاية الله ومن والاكم فقد والى الله ومن والاكم فقد والى الله لماذا لأن ولايتهم ولاية الله القضية واضحة واضحة وصريحة جدا لا تسمعوا لأولئك الحمير لأولئك البائم لا تسمعوا للبائم البتريين من أصحاب العمائم العباسية القذرة الكبيرة لا تسمعوا إليهم حقائق دين العترة واضحة واضحة جلية في كل زياراتهم وادعيتهم عودوا إلى زياراتهم وادعيتهم التي هي نصوص مهيئة لعوام الشيعة وخواص الشيعة نصوص الزيارات ونصوص الادعية ما هي بوقف على مجموعة من الناس هي مبذولة للجميع كل النصوص التي وردت عنهم في أدعيتهم أو في زياراتهم تتحدث عن هذه الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل على أي حال البحث ليس مرتبطا بالولاية التكوينية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنما أشرت إليها إشارة مقتضبة سريعة لأنني أتحدث عن شأن من شؤونها مثلما قلت قبل قليل فإن كل المجريات التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس أو فيما تقدم من هذه الحلقة كل المجريات تجري ضمن حالة من الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الرابعة والسبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث الحادي والثلاث بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم الكلام ليس خاصا بمجموعة من المجموعات مثل ما هي الأدعية والزيارات للجميع لكن الأنذال الأوباش في النجف وكربل من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة هم الذين ضعفوا الأحاديث والأدعية والزيارات ووقفوا حائلا فيما بين الشيعة وثقافة العترة الطاهرة فهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم وبدلا عن الأحاديث الصحيحة التي هي أحاديث العترة وبدلا عن الأدعية والزيارات جاءونا بأكاذيب النواصبي وأضافوا إليها أكاذيبهم القذرة النجسة من آرائهم الخرقاء واستحساناتهم العاطلة الباطلة وهكذا كونوا الدين البتري الذي يقدمونه لشيعة من أنه مذهب أهل البيت كذابون فإن أهل البيت لا مذهب عندهم الدين دين واحد هو دينهم دين أهل البيت هو دين الله وهو دين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله ولا يوجد مذهب هذا الهراء والخراء جاءنا من العباسيين من العباسيين والذي أسس هذا المذهب الباطلة أتحدث عن مذهب مراجع النجف وكربلاء هو الطوسي اللعين أسسه بالاتفاق مع العباسيين سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ونفذه عمليا في حوزته المشؤومة اللعينة في النجف هذه هي الحقيقة من الآخر إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم عليكم أن تعرفوا عليكم أن تعرفوا من أن دولة المهدي دولة العدل فإن الإمام لا يمنح الناس جميعا مستوى عقليا واحدا هذا ليس ممكن هذا خلاف للعدل ولا يمنح الناس مستوى أخلاقيا واحدا هذا خلاف العدل قانون الغيبة المستل من حقائق القرآن يوم لا ينفع نفسا هذا القانون مستل من حقائق القرآن يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الذي أتعب نفسه وأدرك ما أدرك من العقل بدرجة ثمانين بالمئة لا يمكن أن يمنح من العقل في رقي عقله كهذا الذي لا عقل له أو كهذا الذي لا يملك من العقل إلا بدرجة واحد بالمئة أو بدرجة عشرين بالمئة فهذا الرقي سيكون نسبيا لأننا في دولة العدل فمثلما يقتحم العدل المهدوي البيوت فإن العدل المهدوية سيقتحم العقول فإن العدل المهدوية سيقتحم القلوب والوجدان التكميل الأخلاقي يكون قلبيا وجدانيا والتكميل العقلي عبر الإدراك العقلي للإنسان إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده وضع يده هذه إشارة فالإمام لن يضع يده على رأس كل إنسان إنها ولايته التكوينية يشير بيده إشارة وينتهي كل شيء وهو ليس محتاجا للإشارة بيده لكن الناس تحتاج أن ترى هذه الإشارة فهو حينما يشير بيده فإن العقول ستترقى وإلا فإن الإمام لا يحتاج أن يشير بيده إذا أراد لشيء أن يكون فإنه يكون حتى من دون كلمة كن إذا أراد شيئا فإن الشيء سيتحقق هم إرادة الله هم مشيئة الله إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا هذا منطقهم هذا هو دينهم هذه عقيدته هذه حقائق دين العترة الطاهرة هذا ما هو كلامي إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله سترتقي العقول ولكن كل بحسبه كل بحسبه وأكمل بها أخلاقهم كل بحسبه كل بحسبه من عنده من الأسس الأخلاقية من المقدمات الأخلاقية بدرجة عالية لا يمكن أن تكمل أخلاقه مثل ما يكون حال من لا يمتلك شيئا من تلك الأسس والجذور الأخلاقية مثل ما العدل يكون مناسبا لكل شخص بحسبه أن يعطى أكثر مما يستحق فهذا ظلم أن يعطى دون ما يستحق فهذا ظلم أن يعطى دون ما يستحق هذا ظلم له أن يعطى أن يعطى أكثر مما يستحق هذا ظلم له ولغيره الأمر هو هو في الرقي العقلي وفي الرقي الأخلاقي وفي الرقي العلمي تذكروا دائما من أن ما عليه الإنسان زمان الغيب يا أيها الشيعة إنني أتحدث مع الشيعة لا أتحدث مع جميع الناس وإن كان هذا الكلام يرتبط بجميع الناس لكنني أتحدث مع الشيعة يا أيها الشيعة من استطاع أن يحصل في زمان الغيبة ما يستطيع أن يحصل عليه من رقي لعقله من رقي لعلمه من رقي لأخلاقه وآدابه فإنه سيتنعم تنعما عظيما عند ظهور إمام زماننا لأنه سيرتقي ويرتقي ويرتقي أكثر من أولئك الذين لا يتعبون أنفسهم على أنفسهم أتعبوا أنفسكم على أنفسكم وعند الصبح وعند الصبح يحمد القوم السرى السرى السير في الليل الناس تريد أن تنام ولكن السير في الليل كما جاء في أحاديثنا تطوى فيه المنازل يستطيع الإنسان أن يقطع أكثر مما يقطع من الطريق في النهار أصحاب الهمة يسيرون ليلا سيتعبون ولكن الشمس حين تشرق ويجلسون للاستراحة سيحمدون السرى سيحمدون سيرهم في الليل لأنهم قد قطعوا مسافة طويلة في الليل من دون تعب وعناء كالتعب والعناء الذي يكون في النهار وعند الصبح يحمد القوم السرى وعند الظهور يحمد المنتظرون ماذا فعلوا وكيف رابطوا مع إمام زمانهم زمان الغيبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم هذا قرآن محمد وآل محمد وهذا وحق الزهراء تفسيرهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا وصابروا أعداءكم خصوصا الذين يكونون من أبناء جلدتكم ويحاربونكم في دينكم يحاربونكم على عقيدتكم لأنهم قريبون منكم ويستطيعون إذاءكم بشتى أنواع الإذاء يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم وعند الصبح يحمد القوم السراء عند صبح الظهور وعند فجر القائم صلوات الله وسلامه عليه يحمد القوم ما كان منهم في زمان الغيبة وماذا تحملوا وكيف صبروا وكيف صابروا إمامنا الكاظم يقول لهشام بن الحكم يا هشام ما الدنيا إلا صبر ساعة صبر ساعة إنه صبر وينتهي ما مر من السنون في حياتنا انتهى انتهى العلم وانتهى الفرح فلا العلم بدائم ولا الفرح بدائم ولا الحاضر الذي نحن فيه بدائم والمستقبل الآتي لا ندري هل ندركه أم أننا لا ندركه ما مضى قد مضى مضى بآلامه ولذا إذه وما يأتي فلا علم لنا سيأتي أو أنه لا يأتي بالنسبة لأعمارنا وحياتنا وما بأيدينا سينطوي عاجلا وقريبا سينطوي إنها لحظات تتسارع ما بين الصباح إلى المساء وتنتهي الأيام إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم وماذا نقرأ أيضا هذا هو الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 840 إنه الحديث السابع والخمسون بسنده عن أبي خالد الكابلي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه المعنى المضمون هو وهو إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم في الصفحة التي بعدها إنه الحديث التاسع والخمسون بسنده بسند الراوندي عن أبان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه أبان ابن تغلب من كبار أصحاب إمامنا الصادق الصادق صلوات الله عليه يقول العلم العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزآن والحديث هنا ليس عن العلم الديني فقط الحديث عن العلم الديني وعن العلم الدنيوي أسس العلوم الدنيوية جاءت من قبل الأنبياء أضرب لكم مثالا القراءة والكتابة جاءت من قبل الأنبياء الزراعة جاءت من قبل الأنبياء وهكذا الأسس العلمية الأولى لحركة الحياة في هذه الدنيا جاءت من قبل الأنبياء صحيح أن الأنبياء ما كان شغلهم أشاغل أن يعلموا الناس العلوم الدنيوية لكنهم يعلمون الناس من العلوم الدنيوية ما هو الضروري كزراعة مثلا كيف استطاع الإنسان أن يتوصل إلى طريقة الزراعة كيف استطاع أن يحصل على الحبوب كيف استطاع أن يضع الحبوب في التراب كيف استطاع أن يسقي هذه الحبوب هذه الحبوب ما هي قواعد السقي ما هي قواعد الرعاية للمزروعات إلى غير ذلك الزراعة أمر ضروري للحياة الصيد أمر ضروري للحياة الماء والتعامل مع الماء أمر ضروري للحياة منافع الماء وكيف يمكن أن نحصل على الماء وكيف 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 الملابس وصناعة القماش والخياطة إلى غير ذلك إذا ما رجعنا إلى الروايات والأحاديث فإن كل ذلك كان بتعليم من الأنبياء وما سيكون من علم دنيوي في قادم الأيام سيكون جزءا من هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق مر علينا كيف أن إمامنا في المحاكمة العلمية التي هي جزء من المحاكمة المهدوية العالمية يدعو إليه جميع العلماء من علماء الدين والدنيا كي يفصل فيما بينهم في آرائهم في نظرياتهم في أقوالهم فيما توصل إليه كي يكمل نقصهم ويصحح أخطاءهم ومثل ما بيّنت لكم فإن المعطيات التي ذكرتها لكم في المسار الأول ما هي بمنفصلة عن المعطيات التي أذكرها لكم في المسار الثاني هذا التقسيم إلى مسارين تقسيم اعتباري لأجل تسهيل وصول المعلومات إلى المتلقي وإلا فإن المعطيات هذه متداخلة ما ذكرته وما سأذكره من معطيات المسار الثاني هي تتداخل مع معطيات المسار الأول زمانا ومكانا وأشخاصا وحقائق على جميع المستويات على أي حال أعود إلى الحديث العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءا فهناك خمسة وعشرون جزءا إلى الآن لم تصل إلى البشر الإمام سيظهرها للبشر العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءا فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزءين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزءين بعد أن ينقي الجزءين من العيوب والأخطاء والاشتباهات التي لحقت بهما بفعل الناس بفعل إبليس بفعل شياطين الإنس والجن مثل ما يأتينا بكتاب جديد وفي الوقت نفسه يعلمنا القرآن كما أنزل الأمر هو هو فإنه يظهر لنا الخمسة والعشرين جزءا وفي الوقت نفسه يعود إلى الجزءين كي يكملهما كي يصححهما فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزءين حتى يبثها سبعة وعشرين جزءا كاملا صحيحا دقيقا وبعينين ليس بعين واحدة كعين الأعور الدجال هذه الحضارة المهدوية هذه الحضارة ذات العينين بل هذه الحضارة ذات العيون الأربع إنما شيعتنا أصحاب العيون الأربع صادق العترة يقول المؤمن عنده عينان في رأسه يبصر بهما أمور الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمور دينه إذا أحب الله عبدا فتح له عيني قلبه إنها البصيرة البصيرة ويا ليتنا نمتلك هذه البصيرة العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءا فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها سبعة وعشرين جزءا نذهب إلى فاصل وفي السياق نفسه هذه لقطة جميلة أنقلها لكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول للكليني المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران حديث طويل يبدأ في الصفحة الثامنة والأربعين بعد الخمسمائة إنه الحديث الخامس بسنده بسند الكليني عن يعقوب بن جعفر قال كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام إنه إمامنا موسى بن جعفر أبو إبراهيم إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه كنت عند أبي إبراهيم وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة الحديث طويل كلام دار بين إمامنا الكاظم وهؤلاء القادمين من نجران ثم إن الراهبة في الصفحة الخمسين بعد الخمسمائة وما بعدها ثم إن الراهبة قال أخبرني هذا الراهب يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ثم إن الراهبة قال أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبين في الأرض منها أربعة وبقي في الهواء منها أربعة على من نزلت تلك الأربعة التي في الهواء ومن يفسرها قال ذاك قائمنا قال ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين إلى آخر الكلام هذا المنطق وهذه الرموز وهذه الإشارات ليست محصورة في حديث واحد ولا في موقف واحد ثقافة العترة تعج بهذه الحقائق فكل حروف العلم وكل أبواب المعارف وكل أسرار الوجود بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين في وصيته لكميل بن زياد إنني أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 119 وصية مشهورة لأمير المؤمنين وصى بها كميل بن زياد مما جاء فيها يا كميل يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه أحاديثهم تقول كل حق في أيدي الناس عند جميع الناس في شرق الأرض وغربها كل حق في أيدي الناس فقد خرج إليهم من عليهم أكان ذلك بأسباب جلية أم كان ذلك بأسباب خفية فكل حق بعيد الناس في شرق الأرض أو في غربها لماذا؟ لماذا؟ لأنه سيد بيعة الغدير وباب التأويل فتح على يديه فلابد أن تكون الحقائق واصلة إلى الناس إن كان ذلك بأسباب خفية أو بأسباب جلية فما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج إليهم من علي من علي يا كميل يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر وما من سر إلا والقائم يختمه يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إلا والقائم يختمه ثم ماذا يوصي كميلا؟ إنها الوصية التي دائما أرددها أذكر نفسي بها وأذكركم بها يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هذا الذي أردده دائما من أن دين العترة لا يؤخذ إلا من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط وَفَقَتْ 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 وَلَا يُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِمْ من حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم فقط وَفَقَتْ وَفَقَتْ وَلَعْنَةٌ وَلَعْنَةٌ على غير ذلك وَلَعْنَةٌ يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا تريدون أن تكون من آل محمد تريدون أن تكون من آل علي تريدون أن تكون من آل فاطمة تريدون أن تكون من آل الحسن من آل الحسين من آل قائم آل محمد تريدون أن تكون من هؤلاء اعملوا بهذه القاعدة هذه قاعدة علي بن أبي طالب قاعدة من قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هكذا قال لنا رسول الله هذا علي هذا علي يفهمكم بعدي وهذا هو تفهم علي هذه أسس التفهم العلوي هذه قواعد المنطق الحيدري يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة وهذه المعرفة بحسب القاعدة الأولى لا بد أن تكون من قبلهم وهذا هو التسليم التسليم لهم في كل شيء أعتقد أن الصورة صارت واضحة وواضحة جدا جدا فكل المعطيات المتقدمة من النتيجة التي وصلت إليها البشرية بعد التجارب الكثيرة ومن تعطيل البرنامج الإبليسي من رأسه من أساسه إلى المشروع الذي سيطرح بين يدي الناس بكل آفاقه الواسعة الشاملة المستوعبة لكل ما يحتاجه الناس بكل المفردات التي مر الحديث عنها إلى برنامج إصلاح الإنسان وإصلاح المجتمع البشري عبر تجفيف منابع المعصية والجريمة إلى حالة تكوينية سيقوم إمام زماننا عبر ولايته التكوينية بنقل المجتمع البشري إليها إلى مرحلة الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي ولكن كل بحسبه إنها دولة العدل موازين العدل وموازين الحكمة الإلهية هي التي ستجري علينا وتنطبق علينا هكذا سينشأ المجتمع المهدوي القائمي التفاصيل تأتينا تباعا نذهب إلى فاصل هناك أمر لا أستطيع أن أكمل حديثي ما لم أتحدث عنه الأرضية الأرضية الكونية لا أتحدث عن أرضية ترابية الأرضية التي سيتحرك فيها المشروع المهدوي بالتفاصيل التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس وهذه الحلقة أو ما سيأتينا من كلام وبيان الأرضية التي تتحرك فيها كل هذه المفردات تستند إلى تغير في المنظومة الزمانية هناك نقلة زمانية سيتغير عبرها كل شيء إنني أتحدث عن نقلة زمانية تكوينية لا أتحدث عن نقلة زمانية نفسية مثلا أو اجتماعية أو ثقافية أنا لا أتحدث بهذا المستوى إنني أتحدث عن نقلة زمانية تكوينية في بنية كوننا في واقع أرضنا التي نعيش عليها في واقع المجموعة الشمسية التي نحن جزء منها في واقع مجرتنا هناك نقلة زمانية تكوينية واضحة هذه الرواية التي سأقرأها عليكم تشير إلى هذه الحقيقة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة إنها النسخة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل صفحة أربعمية وثلاث وأربعين إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند الصدوق مؤلف الكتاب عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إثنان وفي بعض النسخ آيتان وهو الأليق لكن المطبوعة هنا إثنان وفي نسخ أخرى آيتان وهو الأليق إثنان آيتان بين يدي هذا الأمر بين يدي هذا الأمر في زمان قريب من تحقق وقوعه إنه يشير بمصطلح الأمر إلى المشروع المهدوي الأعظم آيتان بين يدي هذا الأمر خسوف القمر لخمس في أول الشهر خسوف القمر لخمس وكسوف الشمس لخمس عشرة ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض فوقت الخسوف معروف ووقت الكسوف معروف كذلك ولذا فإن الفلكيين يشخصون أوقات خسوف القمر لقرون من الزمان وكذلك ما يرتبط بكسوف الشمس من الفلكيين القدماء من شخص تواريخ الخسوف والكسوف لألف سنة فهذا الأمر يمكن للفلكيين أن يشخصوا لكن الإمامة يتحدث عن خسوف في غير موعده وعن كسوف للشمس في غير موعده لماذا؟ هناك تغير في المنظومة الفلكية وهذا التغير في المنظومة الفلكية يشير إلى تغير في المنظومة الزمانية آيتان بين يدي هذا الأمر خسوف القمر لخمس وكسوف الشمس لخمس عشرة وهذه الأوقات لا يقع فيها الخسوف والكسوف وإنما يقع الخسوف والكسوف في أوقات معروفة ما هي بهذه الأوقات؟ ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض وعند ذلك وعند ذلك يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه يسقط حساب المنجمين حينئذ ما عند الفلكيين وما عند علماء الفضاء من معلومات ومن جداول ومن قواعد ومن قوانين توصلوا إليها لا قيمة لها حينئذ لقد تغير كل شيء وعند ذلك يسقط حساب المنجمين هذه هي النقطة التي أريد أن أحدثكم عنها تغير المنظومة الزمانية تغير المنظومة الزمانية تغير للأرضية التي تجري ضمنها كل المجريات وكل الأحداث وكل الوقائع وكل التفاصيل التي مر ذكرها التي مر ذكرها في المسار الأول والتي مر ذكرها فيما تحدثت به عن المسار الثاني في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة لا بد أن أعرف لكم الزمان حتى أستطيع بعد ذلك أن أدخل في التفاصيل ولا أعتقد أن وقت الحلقة سيكون كافيا سأحدثكم بحسب ما عندي من الوقت وسأ أكمل لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني ألفت أنظاركم إلى برنامج قدمته فيما سلف إنه برنامج ما بين واقعين مجموعة من الحلقات في هذا البرنامج تحدثت فيها عن التقويم الشمسي والتقويم القمري في جملة تلك الحلقات تحدثت عن الزمان وتعريفه ومراتبه لا أستطيع أن أعيد الكلام المذكور لطوله إذا أردتم الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى تلك الحلقات لكنني بالإجمال سأقول لكم وبعيدا عن تعاريف اللغة وعن تعاريف الشعراء والأدباء للزمان لأن الشعراء والأدباء تحدثوا كثيرا عن الزمان بحسب أساليبهم وبعيدا عن الفيزياء وبعيدا عن الفلسفة وبعيدا عن علماء النفس لا شأن لي بكل تلك التعاريف حتى علماء النفس تحدثوا عن الزمان فيما يرتبط باختصاصهم بعيدا عن كل ذلك إنني سأحدثكم وفقا لثقافة العترة العترة الطاهرة لا شأن لي بكل أولئك قد أتفق معهم في بعض الجهات وقد أختلف أقول هذا حتى يمكنكم أن تقارنوا بينما هو في ثقافة العترة الطاهرة وبينما هو عند غيرهم عند غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلاصة آيات قرآنهم وأحاديثهم الشريفة فإن الزمان وعاء للمكان مثلما المكان وعاء لنا نحن في وعاء هذا الوعاء هو المكان لا يمكن أن نكون من دون مكان نحن نتحرك في المكان وإذا ما تصور أحد من أن هذا الفضاء الذي حولنا هو فراغ فهو واهم هذه نظرة أعرابية بدوية للأشياء إنه شيء اعتاد الناس أن يقولوا نحن كلنا نقول أنا أقول أيضا هذا فراغ لكنه في الحقيقة ما هو بفراغ هذا مكان هذا مكان للأشياء هذا هو الوعاء الذي يحتوينا وحتى هذا الذي أمام أعيننا نراه فراغا ما هو بفراغ هذا مكان يمتلئ بالهواء ويمتلئ بالكثير من الأشياء التي نحن لا نراها فهناك الملائكة وهناك الجن وهناك الكائنات المجهرية وهناك وهناك من الأشياء في هذا الذي نراه فراغا ما هو بفراغ نحن لنا وعاء وهذا الوعاء هو المكان والمكان له وعاء وعاء هو الزمان فالزمان هو وعاء المكان وزمان على مراتب هناك الزمن المحسوس وهو على نوعين الزمن الوجداني هذا الذي نتحسسه نحن بوجداننا حينما يمر الزمان علينا تارة يمر الزمان سريعا وتارة يمر الزمان ثقيلا فزمان الفرح غير زمان الحزن وزمان الأمن غير زمان الخوف الزمان المحسوس منه زمان وجداني نتحسسه بوجداننا وللوجدان أيضا مقياس لحساب الزمان يختلف عن الحسابات الرياضية حينما يكون الزمان مريحا يمر سريعا وحينما يكون الزمان متعبا حتى لو كان بالقياسات الرياضية أقصر من الزمان المريح فإنه يمر علينا طويلا الوجدان له مقاساته وقياساته هذا الزمن الوجداني وهناك الزمن الحدثان نسبة إلى الأحداث فنحن نمر بزمان الطفولة وزمان الصبا وزمان الفتوة وزمان الشباب وزمان الكهولة وزمان الشيخوخة وهكذا إنها الحوادث التي تمر علينا في دنيانا وفي ضوء ذلك نضبط الزمان ونشخصه فحينما نتحدث نتحدث عن أيام شبابنا حينما نتحدث نتحدث عن أيام طفولتنا نتحدث عن أيام كنا نعيشها في بلد من البلدان قد خرجنا منه الآن نتحدث نتحدث بحسب الأحداث فهذا هو الزمان الحدثاني إذن هناك الزمن المحسوس الزمان المحسوس ينقسم إلى نوعين إلى الزمن الوجدان وإلى الزمن الحدثان وهناك الزمن المدروس الذي يستطيع الإنسان أن يضبطه دراسة وملاحظة ومتابعة وينقسم إلى نوعين أيضا إنه الزمن الفلكي الزمان الفلكي الزمان الفلكي زمان منضبط الزمان الذي ينشأ من حركة الأفلاك ويمكن للفلكيين أن يضبط دراسته وهذا لا يستطيع الفلكيون أن يغيروه لأنه يرتبط ارتباطا تكوينيا بحركة الأفلاك هناك الزمن الاعتباري هذا الذي يستطيع الناس أن يفرضوه وأن يغيروه إنه التوقيت الرسمي لدول العالم توقيت جرينج التوقيت المحلي لكل دولة من الدول إنه الزمان الذي نستطيع أن نقيسه عبر الآلات عبر الساعات المصنوعة عبر وسائل وأجهزة قياس الوقت هذا أمر اعتباري الإنسان هو الذي اخترع الساعة وهو الذي وضع الأرقام ووضع العقاربة وقسم الوقت كل ذلك اعتباري بإمكانه أن يقسم الوقت بطريقة أخرى وبأسلوب آخر والدول تغير وقتها من وقت صيفي إلى وقت شتوي وهناك التوقيت بحسب معسكرات الجيوش والتوقيت بحسب حركة البواخر والطائرات إنها توقيتات اعتبارية إذن عندنا زمن محسوس ينقسم إلى زمنين وجداني وحدثاني وعندنا زمن مدروس ينقسم إلى زمنين فلكي واعتباري وعندنا الزمن الوسيع الزمن الوسيع يتجاوز كل هذه العناوين إنه ينقسم إلى زمنين أيضا إلى الزمن الوجودي وإلى الزمن الغيبي أما الزمن الوجودي فهو الذي يرتبط بنا بالكائنات التي هي في عالم الشهادة وجودنا ينقسم إلى آنات والمراد من الآنات التجليات مثل ما يكون الأمر على سبيل المثال في الشريط السينمائي في الشريط السينمائي كل حركة للممثل في الفيلم السينمائي يكون لها عدد من الصور حينما تتحرك بكرة الفيلم في الماكنة السينمائية فإن الصور هذه تندمج مع بعضها في حركة هندسية مدروسة كي تنتج حركة للممثل على شاشة السينمائي فهذه الحركة تتألف من صور هذه الصور تجليات آنات فكل شأن من شؤون التكوينية يتألف من آنات يتألف من تجليات الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجه الزمان الوجودي هو الزمان الذي يظهر عليه شريط آنات الوجود شريط تجليات الوجود المبحث عميق لا أريد أن أخوض فيه الزمن الوسيع نوعان وجودي هو هذا وغيبي إنه الوعاء الزماني للمظاهر هذه الكائنات في عالم الغيب فالكون مبني على تعدد المظاهر نحن موجودون في عالم الغيب وفي العديد من العوالم مثل مثلما جئنا إلى عالم الشهادة وكنا موجودين في التراب وفي المواد الغذائية وربما في أجزاء من جسم حيوان من الحيوانات بعد ذلك تنتقل تلك الأجزاء إلى أجسام آبائنا وأمهاتنا إلى أن تتكون النطفة كل هذا يمثلنا ولكن بصورة تتناسب مع كل مرحلة من تلك المراحل نحن كذلك كنا في عالم الغيب فعالم الغيب تتعدد فيه المظاهر مثلما عالم الشهادة تتعدد فيه المظاهر فهذه النوات التي ستنتج نخلة إنها نخلة حقيقية لكنها بهذا المظهر في مرحلة النوات وبعد ذلك ستكون نخلة بذلك الحجم الكبير بكل أجزائها وبكل ما تنتجه تلك النخلة الإنسان هكذا في عالم الغيب هكذا وفي عالم الشهادة هكذا الوعاء الزماني لمظاهرنا المتعددة في عالم الغيب هو هذا الزمن الغيب بنحو سريع مراتب الزمان الزمن المحسوس زمنان زمن وجداني وزمن حدثاني الزمن المدروس زمنان زمن فلكي وزمن اعتباري الزمن الوسيع زمنان زمن وجودي يرتبط بآناتنا وتجلياتنا في عالم الشهادة في العالم الذي نحن فيه الآن الزمن الزمن الغيبي هو الزمن الذي يشكل وعاء زمانيا بحسب عالم الغيب لوجودنا في مظاهرنا المتعددة في عوالم الغيب بهذا نصل إلى هذه الخلاصة من أن الزمن هو وعاء للمكان مثلما المكان وعاء للأشياء وعاء لي ولكم ولسائر الأشياء فإن الزمان وعاء لهذا المكان الذي هو وعاء لنا التغير حينما يحدث على هذا المستوى هو هذا الذي قصدته من أن التغير سيكون في أرضية الأشياء في الوعاء الذي هو وعاء لوعائنا ولذا فإن التغير سيكون شاملا لكل شيء نذهب إلى فاصل وعبر كل ذلك لا بد أن نعرف من أن وجودنا على مراتب قطعا أعلى مراتب وجودنا وجودنا في علم الله وجودنا في علم الله قبل أن توجد الأشياء أعلى مراتب وجودنا وجودنا في علم الله وبعد ذلك وجودنا في علم الحقيقة المحمدية وعلى وهذا الوجود هو أعلى من كل مراتب وجودنا الأخرى الوجود الأول وجودنا في علم الله الوجود الثاني وجودنا في علم الحقيقة المحمدية وبعد ذلك وجودنا ما قبل الأرض قبل أن نصبح أجزاء من الأرض في ترابها ونباتها وجسوم حيواناتها وبعد ذلك ننتقل إلى أجسام آبائنا وأمهاتنا وجودنا ما قبل الأرض في عوالم الغيب حيث تتعدد المظاهر لأن عوالم الغيب وجدت وأسست وبنيت على قاعدة تعدد المظاهر وتكثر التجليات ونحن جزء من هذا الوجود فلنا ما لنا في عالم الغيب من المظاهر والتجليات حتى نصل إلى وجودنا في الأرض فلنا وجود في علم الله ولنا وجود في علم الحقيقة المحمدية ولنا وجود ما قبل الأرض في عوالم الغيب ولنا وجود على الأرض ووجودنا على الأرض يبدأ من وجودنا في ترابها ونباتاتها وحيواناتها حتى نصل إلى أجسام آبائنا وأمهاتنا قطعاً إنني أتحدث هنا عن الوجود الجسدي أما الروح فلها مسارها الروحي في عالم الغيب حتى تصل إلى العالم الأرضي كي تتمازج مع مظاهرنا الترابية النباتية والحيوانية في هذا العالم هذه الحقائق لا نستطيع أن نفكك فيما بينها هناك نظام إلهي واحد وهناك أساس لهذا النظام الإلهي إنه الإمام المعصوم هذا الذي نقرأه في رواياتنا وأحاديثنا من أن الإمام لو رفع من الأرض ليس الحديث عن هذه الأرض الحديث عن الوجود الأرض إنها صفحة الوجود مثلما يقول القرآن كل من عليها فان ليس المراد كل من على الأرض كل من على صفحة الوجود فحينما يكون الحديث عن الأرض بهذا السياق وبحسب معارض كلامهم إنهم يتحدثون عن صفحة الوجود هنا يرفع الإمام ليس الحديث عن رفع جسدي إنما هو لطف الإمام إذا ما رفع الإمام طرفة عين من الأرض ساخت هذه الأرض ساخت وماجت بأهلها اضطرب النظام وانقلبت الأمور وفسد كل شيء إنها منظومة متكاملة هذا التكوين وهذا الوجود منظومة متكاملة فما في عالم الشهادة ما في عالم الطبيعة ما هو إلا انعكاس عما في عالم الغيب هذا لا يعني أننا نتحدث عن جبر لا يوجد جبر بالمطلق ولا يوجد اختيار بالمطلق لأننا لسنا الذين أوجدنا أنفسنا هناك من أوجدنا لو كنا أوجدنا أنفسنا فإننا حينئذ سنتحدث حدثوا إما أننا نجبر أنفسنا وإما أننا نجعل الاختيار لأنفسنا لكننا ما أوجدنا أنفسنا هناك من أوجدنا والذي أوجدنا له حق وجعل لنا حقا فهنا فهنا جبر وهناك اختيار تفويض ولذا عبر الأئمة بأن الأمر بين أمرين لا هو بجبر ولا هو بتفويض ولا هو باختيار مطلق هناك يكون الزمان الزمان بسائر القوانين الأخرى وفي حينها قلت لكم من أن القوانين هذه ستجري ستجري على الواقع في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور بمستوى واحد وهي هي بنفسها ستجري في مرحلة الظهور ولكن بنحو آخر لماذا ستجري بنحو آخر لأن الأرضية ستتغير والمراد من تغير الأرضية تغير المنظومة الزمانية لا بد من توضيحات كي نصل إلى الغاية من هذا المطلب قطعا الوقت لا يكفي لإتمام الحديث في هذا الموضوع سأكمله لكم يوم غدا ولكنني سأتحدث بحسب ما عندي من الوقت في ظل كل المعطيات المتقدمة فإننا نعرف من أن الزمن بحسب تقسيمنا منه ما هو ماض ومنه ما هو حاضر ومنه ما هو مستقبل فهل الزمن في حقيقته ينقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل إذا أردنا أن نغور في الأعماق فإنه لا يوجد ماض ولا يوجد حاضر ولا يوجد مستقبل هناك نقطة واحدة هناك نقطة واحدة هي 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 إنها مجمع للماضي والحاضر والمستقبل إنما القضية ترتبط بنا وترتبط بالحيثيات التي نتعامل معها أضرب لكم أمثلة صورا لتقريب الموضوع إذا أردنا أن نتحدث عن ثقافتنا عن الثقافة الإنسانية بخصوص تقسيم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل نحن عبر اللغة عبر اللغة وعبر المفاهيم الاعتبارية التي يصطنعها العقل اصطناعا مثلما قسمت لكم مرحلة الظهور إلى مسارين إلى المسار التعريخي المستقبلي وإلى المسار الذي هو مسار التغيير العظيم هذا التقسيم اعتباري اصطنعه عقلي لأجل تسهيل المطالب العلمية على المتلقي لا يوجد على أرض الواقع مساران إنما هي قضية اعتبارية فنية بحثية عقلائية عبر اللغة ونحن نستعمل اللغة بحسب حاجتنا فعبر اللغة عبر المفردات اللغوية وعبر المفاهيم الاعتبارية حيث تقسم الأيام إلى ساعات وهكذا وهكذا عبر المفاهيم الاعتبارية العقلية وعبر الحالة الوجدانية النفسية ونحن نتعامل مع الزمن من خلال معايشتنا لأجزاء الزمان أو من خلال معايشتنا للحوادث والوقائع التي تجري عبر الزمن من خلال كل ذلك تتشكل عندنا ثقافة عن الزمن وعن تقسيمه إلى ماض وحاضر ومستقبل ولكن كل ذلك لا علاقة له بحقيقة الحقائق هذه أمور سطحية نشأت من اللغة التي هي اعتبارية ومن المفاهيم الاعتبارية العقلية وهي أمور اعتبارية أيضا ومن الحالة الوجدانية النفسية وهي حالة طارئة تتغير بتغير المعطيات التي تؤثر على نفوسنا كلها أمور طارئة عرضية اعتبارية متحركة لا يوجد فيها شيء من الثبات والاستقرار وليس لها من تأثير في عالم حقائق التكوين إنما هي شيء نحن نحتاجه هذه شؤون الإنسان التي يحتاجها الله الله حين خلق الإنسان خلق معه هذه الشؤون أعطاه القدرة والقابلية على أن ينتج هذه الشؤون لتسيير أمور حياته فهنا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الأمور لا تمثل حقيقة ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول بأن حقيقة الزمان هي هذه التي تتكون من مجموعة الشؤون البشرية هذه فهنا نحن لا نلغي هذه الصورة ولكن نا في الوقت نفسه لا نقول بأن حقيقة الزمان هي هذه الصورة جزء من ملحقات الإنسان جزء من شؤونات الإنسان هناك ملحقات تلحق بالإنسان تمثل شؤونه العرضية والاعتبارية يحتاجها الإنسان ويتعامل معها كأنها حقيقة قائمة بنفسها بينما هي أمور عارضة ولكن لا نحتاجها وتتوقف الكثير من أمور حياتنا عليها فلابد أن نضع الأشياء في مواضعها لا بد أن نحافظ على كل مقام بحسب خصوصياته فهذا مقام من مقامات معرفة الزمان مقام من مقامات إدراك الزمان من خلال اللغة والمفاهيم الاعتبارية والحالة الوجدانية النفسية نذهب إلى فاصل إذن عبر الممازجة ما بين اللغة والفكر الذي هو نشاط عقلي والوجدان حيث الحالات النفسية التي تهيمن على باطن الإنسان عبر الممازجة بين اللغة والفكر والوجدان يستشعر الإنسان الماضية والحاضرة والمستقبل وهو انعكاس انعكاس لحالة لحالة علوية غيبية التي يعبر عنها القرآن بالألواح الثلاثة إنها شاشات ثلاث شاشات هناك شاشة الإثبات وهناك شاشة المحو وهناك الشاشة الكبرى التي هي أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هناك شاشة الإثبات وهناك شاشة المحو وهناك أم الكتاب في الشاشة الكبرى التي هي أم الكتاب كل البدائل موجودة كل الاحتمالات موجودة فهناك يجتمع الماضي والحاضر والمستقبل بل لا وجود للماضي ولا وجود للحاضر ولا وجود للمستقبل في أم الكتاب لا وجود للماضي ولا وجود للحاضر ولا وجود للمستقبل إنها نقطة واحدة هذه الشاشة شاشة محيطة بكل البدائل المحتملة فإني في اليوم الفلاني من الساعة الفلانية بحسب الأسباب والعلل المتوفرة حولي يمكنني أن أذهب في الاتجاه سين ويمكنني أن أذهب في الاتجاه صاد ويمكنني أن أذهب في الاتجاه جيم وهكذا إلى عدد الاحتمالات التي يمكنني أن أتحرك باتجاهها كل تلك الاحتمالات موجودة في الشاشة الكبيرة ولكن هناك شاشة تخصني الشاشة الكبيرة للجميع هناك شاشة تخصني وهي شاشة المحو إنني أتقلب بين الخيارات وأنا أتقلب بين الخيارات فإن الخيارات يمحو بعضها بعضا حتى أقف على خيار فإنه سينتقل إلى الشاشة الثالثة إنها شاشة الإثبات وهنا يتشخص موقفي ووفقا لموقفي سيحكم عليه بأنه من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل موقف الإنسان هو الذي يشخص الماضي والحاضر والمستقبل وليس الماضي هو الذي يفرض نفسه على الإنسان وليس الحاضر هو الذي يفرض نفسه على الإنسان وليس المستقبل كذلك هو الذي يفرض نفسه على الإنسان أنا لا أتحدث هنا عن الذاكرة ولست مؤرخا هنا أريد أن أكتب الوقائع والأحداث للماضي أو للحاضر أو للمستقبل فالتاريخ يمكن أن يكون للماضي ويمكن أن يكون للحاضر ويمكن أن يكون للمستقبل إنني أحدثكم عن حقائق الأشياء فكل البدائل كل الاحتمالات موجودة في اللوحة الأم في الشاشة الكبيرة في أم الكتاب كل الاحتمالات المتوقعة لكل ثانية من ثواني حياتي في هذه الثانية يقدر لي أن أحرك يدي اليمنى لوحدها أو أن أحرك يدي اليسرى أو أن أحرك اليدين معا أو أنني لا أحرك أي يد من اليدين التي أمتلكهما فكل هذه الاحتمالات موجودة في الشاشة الكبيرة حينما أأخذ الخيار فإنني سأنتقل إلى الشاشة الخاصة به فعينما أختار تحريك يدي اليمنى فإنني قد محوت بقية الخيارات وحينئذ ستنتقل هذه الصورة إلى الشاشة الثالثة إلى شاشة الإثبات لأن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كل هذا أنا الذي أفعله هذا راجع إلي ولكن ضمن الولاية الكلية الإلهية للإمام المعصوم الذي جعله الله وجهه وجعله السبب المتصل بين الأرض والسماء بين كل المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي سأكمل لكم هذا الموضوع المهم والمهمة جدا لأن فهم التغير العظيم في مرحلة الظهور يتوقف على فهم مضمون الزمن ومراتبه وما سيجري من تغير في المنظومة الزمانية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم طوسيون هم مرجعيون هم مقصرون هم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء أولئك البتريون الطوسيون بتريون هم بتريون هم والهوى والهوى بتري لعين قذر نجس أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنع